أنا عندي كذا موضوع عايز أتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة طبعا مباراة السوبر وهي الأهم بالنسبة لنا ولكن موضوع التحكيم بالنسبة لي التحكيم في مصر الحقيقة بالنسبة لي كلام كتير جدا 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 ولكن خلينا الأول نروح نطمن على بعثة فريق كرة القدم للنادي الأهلي مرسلنا كريم أحمد موجود معانا على الهواء مباشرة عشان يطمننا على آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الرجاء المغرب كريم إزاي يا حبيبي وحمد الله على السلامة طبعا بنقترب روايدا روايدا من المباراة وقلنا آخر الاستعدادات للفريق وشايف انت الاستعدادات ازاي وانت قريب من اللاعبين شايف وجوه اللاعبين ازاي دايما الحاجات دي بتفرق معها وتفرق مع الجمهور كتير جدا وجوه اللاعبين عاملة ازاي تركيز اللاعبة بتعمل ايه في هذه الأوقات الحارجة والصعبة شكرا لك طبعا في البداية كابتن كابتن اسلام الشطر وتحاية ليك وتحاية المشاهدين وجمهور النادي الاهلي في كل مكان يعني كابتن اسلام خلاص احنا وصلنا بقى المرحلة الأخيرة وانتهت الاستعدادات الفنية والأيضا كمان الادرية لفريق النادي الاهلي يتبقى بقى ان شاء الله بإذن الله غدا توفيق ومسندة كبيرة جدا من جمهور النادي الاهلي ونقدر ان شاء الله كابتن اسلام بالحالة اللي احنا شايفانها الحقيقة مع فريق النادي الاهلي وايضا كمان الوعي الكبير من كل اللاعبين كما حاجة ذكرت حاجة مهمة جدا بعض اللاعب اكيد في التوقيتات بيكون بسيطة جدا اللاعب بتحاول تفك شوية عن نفسها لكن في وعي كبير جدا التوقيتات بيكون محددة مجرد دخول الملعب دخول المحاضرة كل الامور دي بيكون التركيز فقط لغير في التعليمات الخاصة الحقيقة ببيتسو موسيماني عايز اكدلك طبعا النقطة مهمة جدا نكابة الاسلام الحقيقة هو تدريب الامس يعني النهاردة انت عارف هو التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان على استاد احمد بن علي لكن تدريب الامس هو التدريب اللي كان قوي جدا الحقيقة ومدين مؤشرات ايجابية جدا على حالة المعنوية وحالة التركيز الكبيرة اللي شايفينها مع فريق النادي الاهلي جدية كانت كبيرة في التأسيمة بيكون موسيماني الحقيقة حية كل اللاعب على تنفيذ المهام طبعا وتنفيذ الجمل الاتكتكية الرجل رأيته مميزة جدا بكل الأطراف الحقيقة بكل الخطوط وصل الحقيقة كل الرسائل وفريق النادي الأهلي والتعليمات كانت مهمة في تدريب الأمس اللي شهد أكثر من تألق الحقيقة لكل لعيبي النادي الأهلي اختتم تدريب الأمس الحقيقة بركلات الترجيح وركلات أيضا كمان وضربات سبتة من خارج الـ 18 كل الحقيقة مركز بشكل كبير جدا في الهديئة المبراءة الصعبة والمرتقبة لفريق النادي الأهلي نهارة طبعا كبت الإسلام اليوم من بدل شوية قبل ما ادروا لليوم خلينا ناخد الأسئلة واحدة واحدة برضو عايزة تطمم منك على حالة اللاعبين المصابين بالتحديد أيمن أشرف وموقفه النهائي من المشاركة في المباراة وأيضا علي معلول ظهروا بشكل مميز جدا كبت الإسلام الحقيقة في تدريب الأمس واليوم يعني كنا حابين ان احنا نشوفهم على أرض الواقع في الاسبرينتات وفي التأسيمة تحديدا وفي الاشتراكات والالتحامات لا يعني قدر أقول لك جاهزين بنسبة 100% إن شاء الله للمباراة ينقصهم التوفيق الحقيقة يعني التضحيات مهمة جدا في هذا التوقيت للعيب النادي لقالي لكن علي معلول انبارح كان متقلق الحقيقة في الكروسات وفي الشوتينج وفي التاكتو وفي التحرك الحقيقة فمدينا الحقيقة طمأنينة بشكل كبير جدا أيضا أيمن أشرف مجهوده كبير جدا وعنده يعني انكار ذات عالي جدا الحقيقة قائد الحقيقة زي ما على القائد على الشيناوي وعلى السلية وعلى علم ألول أيمن أشرف كمان يعني تضحياتها تكون مهمة جدا إن شاء الله في حال وجوده طبعا الرؤية الفنية متروكة لبيتسو مسماني طبعا الرؤية الفنية متروكة لبيتسو مسماني ولكن هل هو جاهز إن هو يكون أو متاح لبيتسو مسماني إن هو يختاره بالتأكيد يا كابتن اسلامي مشاركته النهاردة في التدريب بالكامل ده كان أمر مهم جدا نحن نشوف الجرعة التدريبية كاملة لكل الليل ده حاجة كانت مهمة جدا عشان تطميننا تحديدا على علي معلول وأيمن أشرف تمام الاجتماع الفني النهاردة تفاصيل الاجتماع الفني يا كريم لو سمحتوا قلنا إيه هي تفاصيل الاجتماع الفني يعني الأمور الاعتادية كابتن اسلام بالنسبة طبعا الاجتماع الفني الخاص بمبراط سوبر أو بأيضا كمان في البطولة أفريقية كلها أمور خاصة طبعا بموعد انطلاق اللاعبين ووصلهم إلى الملعب الزي طبعا ليرتديه للنادي الآلي ما كانش فيه طلبات معينة الحقيقة من نادي الرجاء أو للنادي الآلي على عدد مكان النادي الآلي يعني بيصر طبعا بالتأكيد على ان يكون فيه مكان مخصص لان انت عارف كابتن اسلام في عدد يكون خارج القائمة مع الجهاز الطبي طبعا وايضا كمان بعض الوفود طبعا المتوجدة في باتة النادي الآلي فأكدوا على هذا الأمر لكن الحقيقة التنظيم مميز جدا وستاذ احمد بن علي حاجة رائعة ومميزة جدا لأمور طيبة وبالنسبة للتنظيم والدخول والخروج ما دارش اقول طبعا ان كان فيه طلبات خاصة لكابتن سيد عبدالحفيز اللي حضر الاجتماع مع الكابتن سمير عدلي دكتور عمرو محب طبعا مترجم فريق النادي الآلي كابتن مهر عبدالعزيز على قد مكان طبعا كلها تأكيدات على الاتزام طبعا بالبروتوكول الخاص بمباراة كبيرة زي السوبر الافريقي في ملعب الحقيقة اكتر من رائعة يساعد النادي الآلي بشكل كبير جدا في اجواء اكتر من رائعة تخيالنا الجمهور الحقيقة كابتن اسلامي احنا شفنا النهاردة الملعب فاضي لكن تخيالنا الجمهور يعني جمهور النادي الآلي في التالت شمال خلاص التذاكر نفذت وقدروا كمان انهم ياخدوا الربع الثاني كمان الخاص به نادي قال الرجاء حاجة طبعا مش بعيدة على جمهور النادي الآلي ولو فيه اكتر من كده كمان كان الاستاذة يكون فول كباستي زي ما احنا عارفين لكن سرهم ان شاء الله يكون جايج جدا فيها المباراة وهتفهم يكون اكتر من رائع من اول ديها الاخر ديها كل واحد عارف دوره الجهاز الفني الحقيقة ادى دوره على اكمل وجه مجلس الادارة الحقيقة الوفر منق اكتر من رائع طائرة خاصة فوندو اقامة وماس جدا لان خسنا التوفيق ان شاء الله كابتن اسلام